السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف عالكم شواب معكم زايد في لعبة Overwatch في سلسلة أخبار Overwatch واليوم بنتكلم عن الإيفنت الجاي واللي هو عن الذكر السنوية بنتكلم عن موعد انتهاء السيزن أمس في قناة بلاي Overwatch نزلوا فيديو جديد عن ذكرياتهم في اللعبة يعني كذا كانوا يجيبون الإيفنتات اللي فاتت زي إيفنت الأولمبيات وإيفنت الهالوين لحد آخر الإيفنت واللي هو أبرايزنج وكانوا بعد يورون إيش صار ينفتع السيرفرات وطبعا عدد هائل سجلوا دخول في اللعبة من بينهم أنا اللي موجود هناك وبعد يورون إذكرياتهم مع أطلاق الشخصيات الجديدة واللي هي أنا وسنبرا اللي تكلمت عنها مرة كثير في قناتي وآخر واحدة واللي هي أوريسا لكن في آخر الفيديو أعلنوا عن موعد الإيفنت وبيبدأ في 23 مايو وبينتهي في 12 يونيو وأكيد أنهم راح ينزلون سكنات جديدة وأكيد راح يفتحون سكنات اللي كانت في الإيفنتات الماضية لأنهم وررون كل الإيفنتات اللي صارت فإن شاء الله يفتحون الإسكنات القديمة لأني ما قدرت أعصر على السكن مكري اللي كان في إيفنت أبرايسينج وغير كذا في واحد سأل عن موعد انتهاء السيزن ورد عليه سكوت ميرسر واللي هو واحد من اللي يشتغلون في اللعبة مختص الكرام كله هو أنهم بحطون عد تنازلي على موعد انتهاء السيزن في التهديث القادم وأن السيزن راح ينتهي في 29 مايو وراح يقللون مدة الأوف سيزن واللي هو تلعب كومبتتف بقواعده بس بدون رانكات أتوقع أن بعضكم يعرف الأوف سيزن اللي كان يلعب كومبتتف كثير فاللي ما قدر يوصل ماصر أو على الأقل دايموند فالحق قبل ما يروح عليك السلاح الذهبي وآخر خبر واللي هو أكيد راح يفرح الناس اللي ما عندهم أوبرواتش واللي هو أن اللعبة بتكون مجانية في تاريخ 26 مايو لحد 29 مايو يعني تقدر تجربها على البي سي أو السوني أو الإكس بوكس لكن في فترة محدودة وبس هنا وصلنا هذا الفيديو أتمنى أن أعجبكم وأدري أن الفيديو القصير لكن تعرفوه لازم أغطي الأخبار اللي تيجي عن أوبرواتش حتى لو كانت يعني أخبار عادية والله يعطيكم ألف عافية على الدعم في الفترات الأخيرة يعني ما شاء الله صار يجيني دعم ولا أرواح الله لا يحلمني منكم يا أفضل الناس في الدنيا وإن شاء الله راح أطور محتوي وراح أسأدكم بقدر ما أسعدتوني وبس أتمنى أن أعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك وسبسكرايب ليوصل لك كل جديدي وكان معكم زايد ومع السلام ترجمة نانسي قنقر